السلام عليكم ورحمة الله أزور في اللون نقرأ اليوم في موقع الموقع الإلكتروني تعوزها الدفاع بيان لهذا الوزارة يقول في إطار الاجتماعات الاستثنائية لللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن للاتحاد الإفريقي وممثلا للسيدين وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شارك اللواء محمد قيدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي اليوم السبت 30 جنوبي 2021 في اجتماعات دورية اجتماعات الدورة الاستثنائية الثالثة لللجنة الفنية المتخصصة بالدفاع كما قالوا في الأول عاودوا هنا للجملة ما يثير الانتباه هو أنه اللواء محمد قيدي عضو أركان الجيش وهو رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش شيء واضح وهذا الاجتماع هذا يتهاي لجنة الاستثنائية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الاتحاد الافريقي هذه اللجنة فنية ما هيش سياسية وبالتالي هذه اللجنة تابعة إلى العمل الميداني وبالتالي تابعة لقادات أركان الجيوش المشاركة هنا اللي كان المفروض يشارك هو جنرال شنقريح ولكن حط يمثل اللواء محمد قيدي محمد قيدي هتاب بين قوسين يعتبر من خيرة الضباط السامون في الجيش الوطني الشعبي وكان في وقت من الأوقات باش عينوه باش يخلف جنرال باشير ترطاق على رأس جهاز الأمن ولكن بعد بطلق وعلى كل حال هو ما هوش تا هذا الميدان يعني باش يكلفوه ما هوش تا هذا تا الأمن ولكن نحن نعرى في منصبه والناس اللي يعفوه يقول لك ضابط شاب راعي يعني الجديد هذا نحن للحاجة المليحة نقوله مليحة والقبيحة نقوله قبيحة بلكن نجعل موضوعنا جنرال جنرال هذا يعني وعلش يمثل وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وعلش ما هوش جيش واحد هذا الجيش هذا ما هوش تابع الوزار الدفاع أما يمثل وزير الدفاع أو يمثل قائد أركان الجيش هي كما شفنا وكما شرحنا يمثل قائد أركان الجيش ما كان له تجيب له ممثل للسيدين وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش وزير الدفاع اللي يمثل في الاجتماعات هو الأمين العام لوزارة الدفاع يمثلوش رئيس دائرة في قيادة الأركان شوف هنا حلما تكون حاجة تابعة لقية الأركان قال هادي راهي تابعة لقية الأركان لما تكون تابعة للوزارة قال هادي تابعة للوزارة ما يجمش يكون خلط لما نشوفه شنجري حيدي يعني من اجتماع في وزارة الدفاع ويحضر الأمين العام وهو اللي يراه مترأس ويجيب مدارة مركزيين ويجيب رؤساء مصالح ما هم سبعين لها على الإطلاق نحن نقول وراهو كان خطأ وكان تعدي على القانون وتعدي على الصلاحيات هذا هو اللي وفي الوقت اللي يعني الظور تاعه رأيه هنا واضح ولي مثل جنرال قايدية نا بمثل شو يزير دفاع في اجتماع هذا ما هو اجتماع على وزارات دفاع هذا ما هو اجتماع على وزارات دفاع هذا اجتماع تعقادة أركان لأنه هذه لجنة فنية الوزير منصبه منصب سياسي وما يدخر في الأمور الفنية يعني امور تاع تيران تاع الميدان ما يدخلش فيها اللي يدخل فيها واللي يناقشها واللي يعرف لها هو قائد الأركان قائد الأركان هذا ما حضرش ينبع لي واحد من قياد الأركان كما هو الحال بالنسبة لللواء محمد قائدي رئيس دائرة الاستعمال والتحرير هذا لهم ليس خطأ ونراه وعليش نقدم هذا الفيديو وعليش نجيب الانتباه باش ما يخرطوش ما بين تمثيل الوزير وتمثيل قائد الأركان الوزير سياسي وقائد الأركان ميداني شف وهذا يا جنة القيدي محمد تاه ميدان تابع القاتل الأركان ما يمثل وزير الوزير يمثل قناة الأمين العام لوزار الدفاع يمثل مدير مركزي في وزار الدفاع ما يمثل واحد من الأركان هاي الخلوط اللي دارها شنغريحة واليوم ما نش عارف اللي يكتب هاد البلاء بيانة وزار الدفاع لما يملي وعليه يقول لهم المفروض لا دا هو المشكل من المفروض يقول لهم لا يا ناس ما يجيش ما يقولوش مثل السيدين وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش لا هذا يمثل الرئيس أركان الجيش اللي يكتب هذا داير كتابة ما لا عطفوا نفس الجملة اللي جات في السطر الأول نردوها في السطر الثاني الثالث يعني يعاود نفس الشي يحط لها وهنا أصلوا براكيك لأنه اللي يكتب ميخلووش يخمن وداير ما يجيبوش واحد يخمن يجيبو واحد ينفذ بلا ما يخمن الجيش اليوم محتاج إلى ناس تنفذ بلا ما تخمن محتاج إلى جنرالات وهم في مخهم سابل جوندي أم دو تروب HDT هادو اللي يحتاجهم جيش العجائز اللي فاتوا السبعين سنة وملي مفروض راهم في الارترات أما يروح يكتب مذكيراته إذا عنده مذكيرات أما يروح يخدم الجنين دياله سمعت الفيلا اللي بناها فانا عرف كيف أشكل أهل باش بنا الفيلا سمعت وعيب كليلا هذا دلت هذا باش ما يكون ش خلق لأنه اليوم بلا كين خلق السياسي من الميداني ما هي الميداني تكلم مع الميداني التيران السياسي من الميداني السياسي هي المزارة مزارة الدفاع شي سياسي لأنه إداريين اللي يخدموا إداريين ما يخدوش للتيران ما يروحش يطلع الدبابة ولا يروح يسام بلوطي مدفاع ولا نو خطئ كلهم تعبيروا أما الميدان تابع قيادة الأركان الوحدات القطارية الوحدات تدريب كذا كل ودايار تشوف مثلا في الناحية العسكرية أن قائد الناحية العسكرية وقائد أركان الناحية العسكرية قائد الناحية العسكرية تابع لوزير دفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد أركان الناحية العسكرية تابع لقائد أركان الجيش لأنه مليح توضح صلاحيات على كل واحد لأنه غدوة تخلط كل واحد يحكم دينه الناس اللي يحب يخلط منه ماذا سيشنغريحة سيشنغريحة ماذا بنا يرجع إلى رشد ويوقف متدخلات في القضايا السياسية يجمع القائد صلاح القائد صلاح على الأقل كن نائب وزير دفاع عنده الدورة اللي هي عمرها ما صرت في تاريخ الجيوش عبر التاريخ أنه نائب وزير دفاع يكون قائد أركان وهذه ده سعيد متفليقها يستطيع يسيطر على القائد صلاح يسيطر الجهزة الأمنية تبع للرئاسة والرئيس كان الكادر وهو الذي كان يسوق كلها لا وهو يفتح الباب لهذا الشيء ويسيطر قريح خلاص جاء تبعها عادة وفات صلاح له ما صلاح عمره من نصب الأمن الخارجي عين ويقوم يجيب بوز زيت حط هو قائد نتابع له هذا ما كان لم يجيش يعين يحضر مراسيم تعين مدير أمن الداخلي حتى يجيب هذا وسين ابو عزة لم يكن هو الذي يرسم هو الذي ينصب أو لا يذهب إلى الراكلة لأنه لم يكن على بال لا يستطيع ينصب لأنه لم يكن تابع لهم لم يكن تابع القائد الأركان وكان عبارة عن اقتصاب للأجهزة الأمنية من طرف القائد صارح لما جاب هذا رد تابع عليه كنائب وزير دفاع ما شي كقائد الأركان عايلي وهذا بدون مرسوم لأنه مرسوم الذي يقول بلي الأجهزة الأمنية ستابع الرئيس الجمهورية ما زاله هو سري الفعل سري المفعول نتمنى هالتوضيحات تفيد الإخوان اللي يحبوا يتنوروا ما نتكلمش على الرعيان وعلى ضحايا المدبدبين مساكن مساكن مندبدبين ضحايا البروطاقون دار ما ما عاشق لما تجوش بس يجو وين نربح الدرعام يربح هذه درعام ويأخي فلوها يا أخي شوف رعا لذلك سيموني تيزي سمعتم سيموني قد ما جيت تشوف كيف تشوف يا غبي ياللي مبعد تبدأ تسب وسب متاعك ما ياخر شميت نشاط لنحبس نحن التعريق شد كيف هالتوضيح هالتوضيح ديو بناشح من واحد تفيدونا نفس الشري في الفيسبوك سيموني تيزي سنضع في الفيسبوك واروح دخلوا مرضوا بالقنطة وتخلصوا بشتمروا بالقنطة الله يقدر الخير لبلادنا وربي عجل برحيل العصابة المجرمة وان شاء الله بلادنا تستعيد ننصبها وترجع زينة البلدان كما أغنى عليها بكري السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة